موسيقى موسيقى سهل خير على كل المصريين وهنا نسلم بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالميزان مليون تحية على أهل السعيد الكروم حبيتها وجهة تحية دي ولا إسقاط على حد ولا بنلقع على حد عشان ما حدش فهمنا غلط ولكن لازم التحية ولازم التنويه أن أهلين في الصعيد تاج على رأسنا وإحنا أصلا كلنا صعيدة وأساسنا الصعيد واللي من غير أساس ومقالوش أساس الصعيد يبقى العارف يعني نخوة ولا رجولة ولا جدعان أحب النهاردة أرحب بضيفي العزيز الدكتور حسن عبد المنعم المحامي بالنقد والإدارية والدكتورية العليا وحبيني نهاردة نتكلم عن قانون القيمة المضافة أهلا وسلم حسن أهلا وسلم حسن أهلا وسلم أهلا وسلم منوّرنا شكرك ومشرفنا أصلا أنا عارفة أني حالك صعيد وأساسك الصعيد ومجدورك من الصعيد إزاي حالتنا لا أنا مش صعيد ولكن يعني إحنا جزء اللي هي تجزأ من الصعيد أكيد الصعيد مصر هي أساس وتاريخ ولما نبحث كودة كتب التاريخ هنلاقي أن الصعيد ده هو أساس تاريخ مصر مصر العليا لو كنا زي ما بنرس في تاريخ زمان فالصعيد بأهله بناسه جزء اللي يتجزأ وجزء أصيل في المجتمع المصري كل التحية كل الاحترام كل التقدير لرجال ونساء الصعيد عفوا وأطع لسان أي حد يمسوهم لهم ولا الفلاحين ولا أهلنا في الأرياف بكلمة واحدة أهلا يا سلام بحضرتك شهر بكلمة نعرض يا دكتور أهلا بك نرجع بقى الموضوع حلقتنا النهاردة فضلي محتاجين نعرف إيه هو قانون القيمة المضافة ومين المعنى بيه؟ مين المعنى بتطبيقه؟ سواء في اللايحة التنفيذية وسواء في القانون قبل ما يتعدل قانون 11 سنة 91 صح وبعد ما تعدل في 2016 فمحتاجين حالة نعرض فهرهمنا بقى من قيت وزيت كده إيه هو قانون القيمة المضافة؟ ومين المعنى بيه؟ طيب الأول يعني نرجع كده تأصيل للقانون ده طيب اللي هو الخاص بضريبة المبيعات المعنى والمخاطب بهذا القانون هو جميع التجار الذين يقدمون سلع بيعية جه قانون ضريبة القيمة المضافة مستبدلا عشان كده جايه في صدر مادة الإصدار إنه يستبدل بعبارة المبيعات أي إنما وردت في القانون 11 سنة 91 بعبارة ضريبة القيمة المضافة بدل كلمة المبيعات المبيعات إذن إذن المخاطب بأحكام هذا القانون هم ذاتهم اللي كانوا مخاطبين بأحكام القانون 11 سنة 91 طيب أمال إيه حصلت مش كده؟ صح؟ طيب إذن التجار ودول عندهم نوعين إما إنه يكون نوعين من التسجيل يعني إما إنه يكون مسجل اختياري أو مسجل إجباري طيب إمتى يسجل إجباري وإمتى يسجل إختياري يسجل إجباري إذا بلغت قيمة مبيعاته 500 ألف جنيه في السنة إختياري إجباري إه اللي بيسجل إختياري برحته حتى لو قيمة بتاعته ما بلغتش الكلام ده كله يقدر روح يسجل إختياري لو أقل من من 500 ألف طيب لكن 500 ألف ده التسجيل وجوبي خلاص هو هو نفس المنطق اللي عنا بيه ضريبة القيمة المضافة قانون ضريبة القيمة المضافة هو هو نفسه طيب ولكن جه أضاف حاجة جديدة قال المعنى يعني بهذا القانون كل سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة إذن وسع النطاق شويتين بإنه التجار اللي بيبيعوا سلع احنا قلنا خدمات البايعية اتفقنا بداية عشان بس يبقى الكلام واضح يبقى الخدمات البايعية بترجع على السلعة ده رقم واحد طيب أضاف إليها الخدمات سواء محلية أو مستوردة يعني إيه الكلام ده يعني إيه خدمة محلية ويعني إيه خدمة مستوردة تمام لو تفضلي راح ديك طيب أنا لست بكلم أنا بكلم سواء هي سلعة أو خدمة آه تخص سلعة طيب تمام كده ماشي فهمت أنا تقريبا طوح يعني تمام طيب إذا كان هي سلعة أو خدمة تخص سلعة أو من الخدمات اللي بتشرف على السلعة أو من شأنها يعني الخدمات المعتبرة سلعة تمام المعتبرة أمالين نهاردة شفنا إن قانون القيمة المضافة يطبق على السادة المحامين كان معني بيئة السادة الأطباء والسادة المحاسبين أي خدمة أي خدمة أو أي مهنة هو عممها طيب لما سمع كلمة خدمة دي قالك يلا أي خدمة بقى طيب ما فهمش إن دي تخص الخدمة الخدمات قال قالك تخص السلعة طيب 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 خلال نتفق اتفاق إنه فيه فرق ما بين القانون ممم واللقيحة التنفيذية للقانون تمام القانون اللي طالع من مجلس الشعب هي دي القاعدة التشريعية اللقيحة التنفيذية تفسيرية هي تفسيرية لهذا القانون أي لغة بيحصل في القانون أو أي حاجة حاجة مش مفهومة إذا كان في حاجة مش مفهومة ولكن لا يجوز بحل من الأحوال أن تستحدث اللائحة التنفيذية لأي قانون نصا تشريعيا لم يارد في القانون مش كده الكلام؟ يبقى النهاردة إيه؟ ده اسمه تغول من السلطة التنفيذية لمين يبحط اللائحة التنفيذية؟ هي السلطة التنفيذية الجهة المختصة تطلع مثلا زي ما احنا بيكان في ضريبة دي وزارة المالية مصلحة الضرائب الجهة المنط بيها القانون والإشراف على تطبيقه حلو كلام؟ فأصبحت اللائحة التنفيذية دي إذا استحدثت نص لم يارد في القاعدة التشريعية اللي حطها المشرع فأصبح ده تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بسلب أحد اختصاصاتها بأن هي وضعت قاعدة لم تارد في القانون وده كلام مخالف ولا يا صح طب ده ما يرجعناش لقصة عدم الدستورية؟ إن أنا ممكن أخذ عدم دستورية ده قصة عدم الدستورية ده موضوع تاني خالص ولكن أحنا بنتكلم أساسا على سلب الاختصاص ده ده يؤدي إلى بطلان بطلان؟ لأنه اللائحة التنفيذية تطلع بقرار طبعي المهنيين إلى آخر المهنيين النهاردة جه هزيه اللاحقة التنفيذية جات واستسنت السادة الأطباء واستسنت الفنانين على اختلاف أوصفهم من الخضوع لضريبة القيمة المضافة تمام؟ بس بدون مبرر بدون مبرر كنت لست أسألك يعني فيه بدون مبرر تمام يعني مفيش مبرر واضح تمام؟ وجات الزابة السادة المحامين بضريبة القيمة المضافة وأنا في تقدير الشخصي والكلام ده بالمناسبة أنا يعني بعثت يمكن لوحد من السادة المسؤولين بيسمعنا أنا بعثت الكلام ده في سورة مذكرات لفخامة السيد الرئيس الجمهورية والسيد وزير مالية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الشعب بخاطبهم بمذكرة بنلوم إنه فيه لغة إحنا غير مخاطبين أساساً ليه غير مخاطبين؟ لأنه النص في القانون بأنه عبارة الخدمة وأن هي محلية أو مستوردة إحنا لن نقدم خدمة ولا مستوردة طب إيه هو المعني؟ إيه اللي ممكن؟ إيه الوصف نقرب السكة نقرب الموضوع؟ إيه هو الوصف اللي يارد عليه كلمة محلية أو مستوردة؟ خدمات الاتصالات اللي بتتم في مصر مش دي خدمة محلية؟ طبع دي خدمة دي خدمة بتقدم عن طريق مرفق من مرافق الدولة هذه الخدمة تحصى عليها ضريبة المبيعات آسف ضريبة القيمة المضافة دمام؟ طيب إيه خدمة المستوردة؟ طب يا دكتور نعم فضالي إحنا دلوقتي بس عشان إحنا بصدد نقطة مهمة جداً وإحنا في شهر وجب على كل من معني تقديم إقرار ضريبي آه ودي أزمة كبيرة إنه يسجل في القيمة المضافة آه جبراً هو أنا عندي يعني آيكونة بتقول إن أنا ممكن عندي اختيارين أسجل أو لا بس بطن الأمور بيقول إني لازم أسجل في القيمة المضافة آه اللي هو مين؟ مين؟ تقصودي مين تحديداً المهاردة آه لأصحاب المهن اللي إحنا بنتكلم إنه هم مش معانيين خلاص اللي مش معانيين خلاصنا منهم القيمة المضافة أنا كمحيم آه إحنا أقهمنا تقصودي إنه إحنا أقهمنا وإحنا مش معانيين آه غير مخطبين بأحكام القانون أنا لي أتكبد عناء تحصيل القيمة المضافة على الخدمة إنه وجب التعبير زي ما جد في الأحيات تنفيذية وتوردة كمان بيحسبني عليها ضريبية طيب وآخر حاجة بس وهسيب لحضرك بقى إيه؟ التعليل الآخر لإني أنا شخصياً محتاجة أسمع من حضرك حل المشكلات إحنا النهاردة كمان الإكرار الضريبي كان سنوياً بيقدم للمصلحة وقالقياً من السنة دي ومن بعد كده هنضطر إن إحنا نقدمه عن طريق الموقع بتاع الضريب المصري على الانترنت بيكبدني كمان عن هذه الخدمة إني أسفع تمانها فهل ده ذكر في اللائحة التنفيذية للقانون القيمة مضافة؟ طب لو ما كانش ذكر إيه الحال؟ طيب طيب حال بسة ستة الأول إحنا نيجي بسرعة كده بس عشان خطر إيه؟ نحسب المسألة دي طيب والرسالة اللي أنا بقولها دي أنا موجهة للمسؤولين على فكرة بالمناسبة يعني أنا بقول الكلمتين دول للمسؤولين قبل ما نبدأ أن نحلل الجزائية الأخيرة اللي حديك قلت إيه طيب مسألة إنه خضوع السدى المحامين لضريبة القيمة المضافة دي مسألة من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية غلط غلط ليه؟ لسببين؟ السبب الأول وده سؤالي ممكن أنا أوردته في المذكرة عشان بس إيه نزيل اللبس والتعتيم فيها في المذكرات اللي أنا بعدتها للجهات اللي أنا قلت عليها من شوية إنه هل إحنا ملتزمين بالأداء ابتداءاً يعني إحنا ملتزمين بأداء الضريبة ضريبة القيمة المضافة ابتداءاً هل لازم نفهم يعني إيه ضريبة مضافة أساساً الضريبة المضافة دي هي عبارة عن ضريبة تحصل على ما ترأى على الخدمة أو السلعة من إضافة التناقل من إله يعني أنا نفترض مثلاً بس على سبيل المثال أنا جبت السلعة دي من بره وقف عليها بمية جنيه أو بعشر جنيه أو بأي رقم يعني رقم تمثيل يعني بعشر جنيه دخلت بيتاخد عليها ضريبة اتخذها التاجر اللي دفع عليها الضريبة دفع عليها 14% الجيه راح مديها لسيادتك عشان انت كتاجر هتبعيها أنا مستورد جتها وساعتك النهاردة هتخذيها كتاجر جملة والدفع 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 الـ 14% ساعتك العشرة دي المعاشرة هو الدهالي بـ 14 صح؟ اللي هو دفع عليها الـ 14% الـ 14% حيلو سيادتك النهاردة هتبعيها بـ 16 هل هتدفعي الضريبة القيمة المضافة الـ 14% فيما دي على الـ 16% ولا على ما ترأى على السلعة من إضافة مهما تفوح عليها قبل كده المفروض على ما ترأى على السلعة من مضافة هنا بقى لا الكلام مختلف الكلام بيتاخد عليها كلها بتفع عليها كلها من الأول تين وده كلام مش مظبوط تمام لأن ده تحصيل الضريبة على ذات السلعة ابتداءا على قيمتها كاملة بما ورد عليها من إضافة مش على الإضافة بتاعتها اللي حصلت تمام والذلك هو من تعبيره اسمه ضريبة القيمة المضافة يبقى الضريبة بتتاخد على ما أضيفة على هذه السلعة من قيمة يبقى القيمة كانت أنا أخذها بـ 14 بباعها بـ 16 يبقى هتفع على الـ 2 الفرق مش باتفع على الـ 16 كلهم تمام المعني بسداد القيمة المضافة ما احنا قلنا خلاص التجار أساسا دول اللي ورد اسمه أنا نهاردة كصاحب مهنة يا دكتور عشان بس أنا لوقت النهاردة دايق المعني بسداد القيمة المضافة من المهنيين زي حالتنا كده السادة المحامين ده السؤال بقى إحنا مش معنيين أساسا في القانون ده رقم واحد ما تم إقحمنا بمعرفة مصلحة الضرائب بالمخلفة استنادا للبند 12 أو المد 12 من اللي يحتم في زي اللي بتقول الخدمات الاستشارية ده دي مضافة حلو كلام ده أضافوا كلمة عبارة الخدمات الاستشارية رغم إنها لم ترد فين في القانون أساسا تمام إذن الكلام ده اللي بيحصل ده ده إقحام بلا مبرر لينا طب إلا ما إحنا مهنيين والأطباء مهنيين إشمعنا استثنوا الأطباء وحطونا على الرغم على الرغم إن إحنا بنص الدستور ما يقدمه السادة المحمد من خدمات للدولة وللمجتمع تقدم ده إحنا ده طبقا لكفالة حق الدفاع المنصوص عليه في الدستور طيب ويقدم لغير القادرين مجانا والدولة تكفله إذن لو أنا النهاردة استمر هذا التعتيم اللي بيحصل أو اللابس اللي حاصل ده وجه امتنع المحامين عنه هما يشتغلوا مش أنت بتاخد علاها عشانا شغلي مش مشتغل هدولي على شغلنا تانية خليني مثلا حق الدفاع ده بقى حق الدفاع أنا ده حصل تعطيل دستوري اللي انت شوف ده بقيت ده كده الدستور عطل مين هيباشر هذه الحقوق كفالات حق الدفاع اللي منصوص عليه في الدستور مين اللي يباشرها إذن الحق في الدفاع والحق في التمثيل عن طريق بمحامي ده حق مكفول دستوريا وبالتالي زي زي الحق حق المواطن في العلاج ما نقدرش يقول له ما تعليقش بالتالي ما نقدرش يقول له ما ينفعش حد ما يدفعش عنه فالمحامين هم ضمير رقابة السلطة في عجلة بس النص دي كده أستاذ نحاولك يعني تقول لنا بس حل المشكلة دي وعلى وعد إن شاء الله باللقاء آخر نكمل فيه جزء تاني إن شاء الله بص أنا أعتقد أنه الليحة التنفيذية دي صناعتنا إحنا كبشر وقابلة للتعديل وإحنا محتاجين إجابة المحامين بالمناسبة هم أكتر فئة في المجتمع بتساهم مع الدولة في جميع مشكلتها وتتفاعل مع الدولة وتساهم معها والمحامين بيؤدوا كافة الالتزامات اللي بيؤديها كل المواطنين على الرغم من هم لا يحصلوا على الدولة من أي دعم من الدولة أيا كان شكله ولا دعم في المعاش ولا دعم في الإعلاج صحي ولا دعم في التموين ولا أي ميزة يحصلوا عليها وبالتالي أنا بس معليش عشان أقفل احنا يعني احنا المطلوب من الجهة المختصة وزارة المالية إن هي تجاوب علينا هل إحنا ملتزمين بالأداء لأن لو التزمنا بالأداء ده دي فيها عدم دستورية هل نحن ملتزمين بالتحصيل والتوريد طب طالما إن أنا بجيب لك التوريد بتاخده مني وأنا مش ملتزم بالتحصيل لأن أنت كده كلبتني بعمل بالمخالفة للدستور بعمل غير آمن بالمخالفة للدستور ومع ذلك أنا بقدي المفروض يبقى بصفة قطعية ما اطلبنيش لأن أنا بقى في ضربة الجدول ولا غيره بعتذر الحقيقة ونحن إن شاء الله على وعد بلقاء آخر وجزء تاني للحلقة إن شاء الله إن شاء الله أستاذ مشاهدين كان معينا الأستاذ الدكتور حسن عبد المنعم المحامي بالنقد الدستورية العليا نوارتنا وشرفتنا شكرك يا أستاذ خطر خير وشكرا لأستاذ المشاهدين وعلى لقاء آخر إن شاء الله كل يوم حد ساعة 2 ونص بالميزان أشكر حبيبك اشتركوا في القناة